من أعلى هيدا البرج اللي بيبلغ طوله 45 متر أصدقائي من قناة How Ridiculous رح يرمو بطيخة يلا نرميها بالسقوط الحر اللي دام 3 سواني سارعت البطيخة لأكتر من 100 كم بالساعة قبل ما تصطدم بالأرض النتيج كانت متوقعة بس هاي كانت المسال الإياسي للتجربة الحقيقية رشينا بطيخة تاني بطبقة من البوليمير رح نحكي بعدين عن هاي الطبقة وكيفية عملها هلأ رح نشوف أداء البطيخة المرشوشة باختبار السقوط هيدا جنون عم تمزحوا معي بدل ما تتحطم بلشت البطيخة تنطنت على الأرض وظلت سليمة بالمجمل انكسرت من جوة؟ ايه اكيد تحولت العصير ما قدروا الشباب القناة يكسروا غلاف البطيخة حتى بالفأس كيف ما؟ ضربها أقوى شو هيدا؟ شوفوها شوف بعدها متماسكة شوفو شي بيجنن مش معقول شي بيجنن من المزهل أنه تبقى البطيخة سليمة رغم سقوطة بسرعة بتتجاوز المئة كيلومتر بالساعة رح تلا أعرف أكتر عن الدهان اللي اسمه لاين أكس فوضى كتير وحتى مكونات الطلاق خبصة والعملية كلها فوضوية كتير شفتوني لابس بدلة الراش العملية عبارة عن فوضى لما نخلص رح نحصل على أشياء رائعة لاين أكس مصنوع من مكوناتين ألف وباء وداخل كل واحد منهم في مواد متعديدة بس المكون الأساسي للمادة ألف هو دايفينيل مثان أربعة أربعة داي إيسوسيانيت أو أمدي آي تتفاعل هالمادة كتير بسبب آخر مجموعتين المادة باء هي بوليستر يعني ببساطة هي مادة تلدين المكون الأساسي بالمادة باء هي المادة ألفة 2 أمينوميثل أثل أوميجا 2 أمينوميثل إيتوكسي بولي أوكسي مثل 1 أثنين إثين دايل اسم طويل لسلسلة طويلة من الجزائقات بالحقيقة ممكن تكون أطول من هيك بكتير قدرت أقنع بريند يسمح لي أخلط المادتين بالطريقة التقليدية بعصى خشبية هاي المادة ألف راح حط المادتين ألف وباء هون وانت خلطون ماشي 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 تحسس أرضية الكباية وخبرني صحيح سخن كتير كأن أرضية كوب قهوة سخن كتير سخن كتير ايه يلي عم بيصير إنه جزائقات المادتين ألف وباء عم تتفعل لتكون سلاسل طويلة بالنقطة يلي بتتصل ببعضها بتشكل مجموعة يوريا بتتسمى المادة بولي يوريا بنية هالسلاسل هي المسؤولة عن خصائص الطلاء فإذن هو صلب لأنه مصنوع من خيوط متشابكة من الجزائقات وبنفس الوقت مرن بسبب إمكانية تمديد هاي الخيوط وعودتها لمكانها الطبيعي بالتفاعل الكيمياء بهالطريقة منتعلم إنه سريع وما بيستغرق غير سواني وإنه طارد للحرارة تنبعز كمية كبيرة من الحرارة أثناء تكون هالروابط هالكرة من طلاء اللاين اكس ما بتنفع لشي فكيف منقدر نخلط المادتين ألف وباء لتكون انطلاق فعال منعرضهم لضغط عالي ومنحطهم مع بعض بمساحة صغيرة كتير على درجة حرارة مرتفعة ومنخليهم يصدموا مع بعض فبيغطلطوا وبيطلعوا بعدها شيء من الرشاش بالبداية بتكون العناصر منفصلة وبعدها بتنخلط وبتطلع من الرشاش وبتصيب الهدف بجزء من الثانية بصير السحر هون تضغط على زنيد وبيطلع طلاء لاين اكس قررنا تغليف ورقة بطلاء لاين اكس لنشوف مدى أوتو مثل ما شفت بيطلع سائل ساخن ومرتفع الضغط طيب حاليا الورقة ساخن كتير لأن التفاعل طارد للحرارة يطلع السائل بدرجة حرارة 65 وبيضل يسخن أكتر وأكتر على الأرجح بتقدر تشقه بقدر شقه؟ ايه بظن شفت؟ هيك بظلوا الماديتين يبحثوا عن جزيئات بعض أو أي شيء يرتبط فيه لحد ما تلاقي كل الجزيئات مكان لنفسها أو تيأس من البحث وهذا ممكن يستغرق يوم أو أكتر فيه فرص كتير لارتباط الجزيئات مع بعضها يلي عم تعمله هو سبب انبعاث كل هالحرارة هاي دي نشفت وما راح تلوسني بأي شكل من الأشكال بلشت الحرارة تنخفض وبالتالي انتهت تقريبا معظم عملية التصلب والارتباط ماشي ايه نبين انه راح تخلص ايه ايه واضح نبين صحيح؟ صار تأسى راح ننطر لحد ما تنقص السخونة طيب على الأرجح عم يزداد التصلب بشكل كبير صار صعب شقة بهالمرحلة آسية آسية كتير ايه ما بتقدر تتغلب على قوة الشد قوة الشد العالية هاي دي هي نفس السبب اللي بيخلي البطيخة نطنت شيء بيجنن لما بتصطدم بالأرض بينعصر محتوى البطيخة للجوانب بس جزيئات البوليورية بتتحد مع بعضها لا تمنع عشرة البطيخة من انه تتشوه كتير او تنكسر لهيك بتنطنت البطيخة بدل ما تنكسر بيستخدم هالنوع من اطلاق على جدران البنتاجون لمنع دخول اي شظايا في حال حصول انفجار بالخارج ما يعد السبب الاساسي لوقوع اصابات وبيستخدم بالسترات الواقية من الرصاص لاحتواء شظايا رصاصة اللي ممكن تسبب وقوع اصابة خطيرة هاي استخدامات رائعة لماد اخترعت لغطاء بطانة سرير الشاحنة ايه تعاوا جيب سيارتك كمان جيب اي شي مع داب سينتك ونحن مرشلك ايه شكر كبير للشباب بقناة هاوريديكيولس على اليوتيوب هني يلي رموا كرة السلي عن الخزان هيدا اشهر فيديو لالي كانوا عم بيقوموا بكتير تجارب رائعة مثل تحدي كرة البولينج مع الفأس لهيدا السبب فا ازا روحوا اشتركوا بقناتهم فورا